لسه راجع بس عارف ان مش هيبقى في وقت ان انا ايه اصور فيديو بس يلا قلت مش مشكلة خليني هصوروكو بالتليفون على طول فيديو سريع فوريكو ايه الكام حتة اللي احنا جبناهم من دبي بسم الله الشغل ده كله يعني تحس كده عامل زي ايه الابنل مش الابنل كمان عامل زي الشغل بتاع اللي هي المطوى اللي هي اومشوكا تلاقي العلب بتاعتهم كده فاهم مكتوب لك عليها برتغالي ومكتوب لك عليها نوع السلاح طبعا السلاح ده كله كده كربون ستيل طبعا دي العلب فاضية طبعا الحتة دي احنا شفناها مبارح حتة دي اللي احنا فتحناها وعملنا عليها ارض مبارح ولكن حتة دي تعتبر في المجموعة هي الاوسطهم يعني طبعا انا جبت كزا ستايل من البرتغالي دي في دي كده واردوك طبعا احنا متفقين ايه عاملة زي ايه يعني نفس نفس الابنل اللي هي الفرنساوي اللي هي اللف كده تتفتح ايه ده القفل بتاعها كده تتلف خلاص كده تفتحت ممكن تفتح المطوع عادي او تقفلها طبعا احنا جايبيه الابنل اكبر حاج تمام ودي الحتة التالتة ايه دي برضو كايه هابلك حميين يعني الحد بتاعهم الى حد ما يعني كويس يمشي تمام دي ايه كده تعتبر ايه يعني عاملين زي مجموعة ونفس اللي هي النباخة يعني يحس ان اللستايل بتاعهم واخب من النباخة شوية في اللستايل بتاع الاسلحة حتى الشغل بتاع النباخات القديمة اه نفس الشكل بتاع السلاح ده اللي هو السلاح كده اللي جاي كده وفيه الكسرة دي فاهم فبرضو ايه يعني شغل حلو طبعا ده هل حتة الوسطانية ده اللي احنا شفناها اللي علىها زي راس حصان دي عجبتني مبارح لون الخشب بتاعها ودي الحتة التانية دي برضو فاهم عجبني شكل الايب بتاعتها كده اللي انسيابية بتاعت الايب بتاعتها وجاي على كبيرة شوية كده دي برضوك عجبين ودي شبههم يعني دي شبه دي بالزبط يعني هتبروا اللي اتنين ايه واحد طبعا انا كل ده بحاول اعمل لكم مجموعة محترمة وترضيكم في المطويات يعني احنا دلوقت عندنا ام شوكا اللي انا بقول عليها ابو شوكا لان مش لازم ام شوكا ممكن تبقى بو شوكا عادي عندنا اللي هي الام شوكا الماني ايه مطوى برضوك يعني محترمة ولو انتو عايزين فيديو تشوفوا فيه الحد بتاع المطاوي انا مفيش عندي 30 مشكلة وعندنا اللي هي بتاعت الزفرة للسقور دي دي صناعة محلية على فكرة دي برضوك انا باعتبرها من النوادر لان دي بيش هتلاقي منها كتير او مش هتلاقي منها قطع كتير الحتة ديت انا زي ما كنت تذاكر قبل كده انا اشتريتها بالغلط دي اشتريتها بالغلط على اساس ان هي الماني الالماني الاديب وعندنا طبعا اللي هي الكاشميرية اللي هي علي واولاده دي تعتقد يعني فاهم يعني هي بتبقى باكستاني يا قراني اعتقد باكستاني الشغل ده وشغل دقة المصامير والحفر بتاعهم ده هو طبعا برضوك خشبتها حلوة حتة زين كده برضوك فاهم الخشب لاحمر ده مش خشبه بيض والحتة دي الصراحة يعني انا اشتريتها مستعملة زي ماية كده من محل كده عنده ايه يعني اسلحة قديمة كنت اخيه وحبيبي يعني كنت بتبعت له واشتري اللي الطلبية دي عندنا اللي هما القرون حتة الاوكاب يا باشا اول اصدار في الجنوب افريقا هو السلاح بتاعها الماني السلاح ده الماني كربون ستيل بس يبقى مكتوب عليها الكربون ستيل من هنا عندنا برضوك الاوكابي التانية اللي هي الاصدار الافريقي العادي طبعا بعتين جايبين شقلة في القناة القناة تهيص اوكاب الفترة اللي جاية وعندنا طبعا برضوك منهم تلت حتة ده اللي هو خشب الجوز على فكرة في يعني ايه الاخشاب بتختلف يعني ده خشب الجوز ده اللي هي الفاهم برضوك الحتة الصغيرة اللي عاملة زي الايه زي الارنغازل دي الحتة الصغيرة الشغل الباكستاني ده في حتة بعت اجبها لكم نفس الشكل ده كده بس فاهم عليها الطبعة من هنا الخوجة في برضوك الكزا حتة دي اه الكودو دي الكودو اللي كانت عندنا طبعا اللي كنا عاملين عليها التجربة مع الاوكابي دي لما عملنا الاوكابي دي توسعناها وشلنا مصماري الكودو ركبنا عليها وغيرنا السلاح بتاعها ركبنا النص لدوت على الكودو ديت لان السلاح ده كان مكسور مننا في تجربة ولكن ما تزعلوش بعت اجب لكم اختها زيرو زيرو احطيها لكم في المجموع ولكن مبارح زي ما انتوا عارفين انا لقيت ايه الكودو لايت اه نفس كل حاجة يعني بص نفس الحجم المطوطين نفس الحجم بالزبط نا يعني القشبة دي او البلاستيكة بتاعتها دي هي نفس الشكل اه تفتح السلاح كده استنى السلاحين يعني يعتبروا نفس الحجم برضو ما فيش اي وجه اختلاف ولكن اللي اختلاف هتلاقيه فينا هتلاقيه هنا دي بص هتلاقيها سادة مقفولة ودي ليها دبلة منين يعني تفتح كده والدبلة بتاعتها اللي احنا عارفنا اللي ايه الدبلة الرنانة اسمع بص الضهر بتاعها حتى يبقى ايه عامل يعني مدور كده عارفين احنا سبع طقات ديت اللي فيها يبقى دا الضهر بتاعها ولكن دي بص العادية بص كيف اه الضهر بتاعها مربع سادة ما فيهوش اي شغل فبص دهر السلاح نفسه دهر السلاح نفسه من جوة ده هم شرشر من جوة لكن ده جاي سادة ده جاي على تربيع اللي هي فاهم تزق كده السلاح ومن هنا برضوك مفيش اي حاجة تزق السلاح تاني تفتح مفيش اي تلاتين مشكلة ولكن لو عملتها كده تتقفل دي السهلة ودي اللي هي ايه القوية طبعا انا المجموع دي انا بالنسبة لانا كغاوي وكاستاذ يعني في القرنيات والحاجات دي برضو بتعلم من اخوتي وكده ناقصنا ايه ناقصنا حتة الماني ناقصنا كم حتة برضو من الباكستاني فيه كم حتة كده انا بقيت اجيبها الكودو دي ناقصنا منها العلند فيه واحدة اسمها العلند العلند دي اللي هي الكودو الكبير فيه الشركة منزلة لو حد كتب كده اللي هي على العلند هتلاقي مطوى قدي كده يعني قدي دي مرة ونص وفيه المطوى القرن السيني عاملين مطوى قرن غزال سيني تقولها يمكن لما بتتفتح كده يمكن نص متر هبعت اجبها لكم ان شاء الله مصين بس دي برضو كفاين بتاخد وقت على ما تكشحنوا وعلى ما تيجي ولكن ان شاء الله قريب جدا قريب جدا هنكون كم منو المجموعة وهنكون زبطناها وانا اشوف ان الاتنين دول يعني نفس الشيء لكن بالنسبة لنا احنا كمحترفين في الاسلحة وكده دي يعني لها استخدامات ولكن مش الاستخدامات اللي هي القوية قوي يعني استخداماتها برضو كفاين هتبقى خفيفة لكن دي انت هتستخدمها وتتكى عليها بقلبي ليه لان انت عارف انها مش هتتقفل منك وقتها انت هتقفلها انت اللي حاكم دبلتها وانت اللي هتقفلها واسمحوا لي بقى فيديو سريع برضو كالنهاردة لان لسه راجع وعارف مش هيبقى قدامي وقت ان انا هعود ازبط الستوديو وقعد اصور لكم كده ولكن انا بوعيدكم باهتمام ان شاء الله وفي عظمة ان شاء الله هتبقى فيه عظمة على المحتوى وفيه تطور وشكرا لكل اخواتي وكل اصحاب اللي بيتفعلوا معايا وزا انت وصلت للمرحلة ديت وانت من القناة فاخبط اللايك المتين وما تبخلش علينا برايك بكومنت لو انت لسه جديد احنا قناتنا بنعمل عليها كل حاجة في الاسلحة بنجيب الاسلحة بنعمل عليها تجارب بنعمل عليها تعديلات على الاسلحة بنحاول نعمل تعديلات في الشكل بنعمل تعديلات في ده للممكن انت يكون م عندكش غرحية تسلاح واحده لكن حتة زي كده انا عملت عليها ايه من ضمن التعدلات اللي فيها حرقنا على الخشبة بتاعتها فانت عرفت ان انت لو حرقت على الخشبة هتاخد اللون ده ده اللون بتاعها الاساسي هتاخد منها اله عملنا فيها فيديو تاني فدحات تهوية وكده فانت عرفت ان انت لو عملت فدحات تهوية هتظبط معك ازاي دي نقس لها ايه نقس لها فيديو هين هنقصرها وعملنا عليها طبعا الفيديو اللي قلبناها زي الكودو ان يركب عليها المصمر ده طبعا والتجربة نجحت وكانت فكرة أخيها وحبيبي ساحب قناة أكابي وبردو جزبطت الفكرة وزي الفل ناقص لنا كم تجربة عليها يعني لغاية دلوقتي أنا بكلمك كده فاربع تجارب عملنا تجربة المصمر وعملنا تجربة الحرق وعملنا تجربة الفتحات تمام ممكن نكسرها وبعد ما نكسرها روح عاملين عليها فيديو زي نلحمها ونشوفها الآن لو تلحمت تلدي المتانة ولا ما تلديش المتانة يعني كام فيديو كده وتبقى المطوى عملت اللي عليها معايا فأنا ممكن أعدمها بعد كده فأنت ما تزعلش عليها ولا تتدايق ونجيب غيرها ان شاء الله ونجيب أحسن منها وما تنسوش بقى جماعة دعام اخوكم شيروا لايك وسبس كراب وفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم جلي جديد وسلام